اشتركوا في القناة اذا اضرع الحلال قلنا فيتامينات ومعادن واحماض ومثل اذا اولدك ومثل اذا جينر بن نبي نبي نهيئة لالفحل ومثل اذا بل امراض ومثل كل احوالنا نقول مطلوب فيتامينات ومعادن واحماض هل هي حاجة ضرورية ولو كانت حاجة ضرورية طيب جدودنا او شباننا اللي قبر وشبالها ما صارت ضرورية عندهم ليش ما كانوا يحتاجون ولو يحتاجوا وما كانت موجودة وشبالها طلعت لنا من تالي صرنا نحتاجها الحقيقة انه ما هي ضرورية او ما هي مطلوبة لكنها مطلوبة وضرورية كيف كذا بوضعنا الحالي بوضع المربين الحالي انهم احلاقه ما يحلقون ولا يبوني حلقون برضو علاجات الدود ما عندهم اهتمام به والغسيل ما هم مهتمين بالحيل بس صورة هذه لا بد منها لا بد منها مهتمينها طرت ولا وقعت ولا حلالك بيروح عليك وعلى قلاتهم اعقل حلالك بربعه لكن والله لو لو انت تحلق او تحلق الحلال كل سنة وتعطيهم المضادات الدود كل اربع شهور مثلا ما اقول شي لكن بوضعنا الحالي بوضع الكثير من المربين الحين يتعاجز مثلا عن ورد الدود للقطيع العلف اللي نعطيها الحين متكامل كل الفيتامينات والمعادن والاحماض المطلوبة سواء الشعير انا بتكلم عن الشعير ما بتكلم عن المكعبات المكعبات اللي هنوضع خاص سواء الشعير او البرسين او اللي يعرفون ذرة قل لي انك تعلف اي شي فيه معادن وفيه احماض وفيه عناصر وفيه فيتامينات لكن وين يرحن وين نروح هاللي موجودات بالعلف هذه الشعير من اغنى العلاف بالعناصر ومثله البرسين لكن حتى الرودس فيه عناصر الرودس اخذ شي فيه عناصر وذرة مثل مهما قلت لي انا علفك العلف بيقول لك غني بالعناصر لكن وين تروح العناصر العناصر ببساطة اقول العناصر هاللي تروح منها ونحتاج اننا نعوضها بالعبوات اللي موجودة عند الصدلية تروح باي شي او ياكلة اي شي تغذى على الدم فانت روح تعلف كأنك قاعد تعلف الدود اللي بالبطن او تعلف كأنك قاعد تعلف القمر اللي على اللي بشعر او قاعد تعلف وكأنك تعلف القراد اللي على أبرتها الجمل أي شيء تغذى على الدم هذا أعرف أنه هو اللي يشيل خلاصة هالعناصر اللي أنت قاعد مجتهد وقاعد تتعلم ومن هنا أقول لك أضمن لي أنك تعطي الأبرى الدودة الأصلية وبشكل دوري وتغسل بشكل دوري ومحافظ ولا فيه دود ولا فيه قامل ولا فيه قراد أضمن لك أنك مانت بحاجة الفيتامينات والمعادن والأحماض أقول من هنا أضمن لي أنك تعلف صح هذا أولا وتحافظ على الأبرى الدود وتحافظ على الحلاقة بشكل سنوي هنا أضمن لك والضامن الله سبحانه وتعالى أنك مانت بحاجة المكملات القضيعية إلا فجوات بسيطة إذا استخدمنا مثلا مثلا بحالة المرض نحتاجين مثلا مثلا نقول ملتفيتامين أو بحالات استخدام المضادات محتاجين أحماض حاجات بسيطة جدا مع لدويةها وكذا ممكن نحتاجها غير كذا ما حنا بحاجة لا فيتامينات ولا غيرها بس أضمن لي أنك تفك من الحاجات اللي تغذى على دم الهايشة نفسها إذا ضمنت أنهم موجودات أقول لك ما انت بحاجة هالمكملات اللي تروح تشتريهم بفلوس وتنثرهم أما مع العلف أما مع المن أبي تقول لي طيب جدودنا ما كان عندهم آيفون ميكس أوبر ولا غيره وشلون وشلون افتكوا من من الدود والقمر القمر البساطة كانوا يحلقون ما فيه مربي حلال قديما إلا ويحلق سنويا طرتوا لو وقعت لا تقول لي أنهم ما يحلقون يمكن اللبل هي تشيلوا بورتها إذا ما يبون البقية لا لازم يحلقون لازم يحلقون يجزونها سنويا أما بالنسبة للدود اللي بالبطن هم يسرحون وتلقى بالطريقة حنظلة وتاكلها وتلقى عبيثران وتاكلوا كل هدولي مفادات للدود هذا بالنسبة لنا حنا أهل نجد أولي حولها أولي عادة لمناطقنا عبيثران وحنظر لكن في مناطق ثانية عندهم عشاب ثانية مضادة للدود فالمهم أنها من نفس أرضهم يداوون الدود بدون ما يحسون وبدون ما يجتهدون للموضوع هذا لك الحال خلاصة الموضوع أنه أضمن لي أنك تحافظ على مكافحة الدود مكافحة القامل مكافحة القراد وأنا أضمن لك إن شاء الله أنك ما أنتم بحاجة المكملات إلا بحاجات بسيطة جدا جدا مثل ما قلنا مع الأمراض أو مع استخدام المضادات أو كده أما أحماض أما فتامين أما ملت فتامين أما كده وغير كده ما أنتم بحاجة لكن والله تقول لا أنا ما أضمن أني أفوت يوم أفوت فترة أو أني أشوف القامل وخليه ما غسل أو 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 هنا أقول لك الله يعينك التزم بالفتامينات بشكل دوري بشكل شهري خمس أيام من كل شهر التزم به وضمن حلالك لا يروح عليك هذا ما عندي الليلة باختصار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر